اشتركوا في القناة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم وأهلا وسهلا بالأخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم عباد الرحمن أحمد الله حق حمده لا أحسي ثنان عليه هو كما أثنى على نفسه له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون كلنا إليه راجع وأشهد أن لا إله إلا الله وقره بأنه لا إله يستحق العبادة سوى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه أرسله الله على حين انقطاع من الرسالات وانطماس من السبل وعماية من الخلق لا يعرفون الله ولا يدركون طريق الوصول إليه فبعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا بلغ الله به الرسالة وأدى الأمانة استبان به السبيل وانكشف به الغطاء وأدرك الناس به كيف يصلون إلى الله عز وجل فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن لزم هديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأهلا وسهلا هيا الله الجميع في هذه الحلقة التي نتناول فيها ما ذكره الله عز وجل من صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان إن الله جل في علاه أثنى على عباده المؤمنين فعباد الرحمن هم المسلمون عباد الرحمن هم المؤمنون عباد الرحمن هم التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله عباد الرحمن هم الذين يسابقون إلى كل فضل هم السابقون هم أهل اليمين كل هذه صفاتهم كل هذه أخبارهم كل هذه أعمالهم في سرهم وفي إعلانهم فما أضيب الحديث عنهم وما أجمل الاتصاف بخصالهم إنه الفوز والسبق والفضل العظيم لمن اتصف بتلك الصفات التي بها يسمو ويبلغ سعادة الدنيا والآخرة إن الأبرار لا في نعيم والأبرار هم عباد الرحمن إنه فضل كبير يناله أولئك الطائعون القائمون بأمر الله المجتهدون في تحقيق تلك الخصال الكريمة والصفات الفاضلة التي ذكرها الله تعالى في محكم كتابه والتي جماعها أن يقوم العبد بطاعة الله عز وجل في سره وإعلانه أن يشغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه وجوارحه بما أمر الله عز وجل الله أكبر يا لها من منة ويا لها من فضل أن يستعملك الله تعالى في طاعته وأن يضمك إلى هؤلاء فيكون سمعك لله ويكون بصرك لله ويكون قولك لله ويكون قلبك لله ويكون عملك لله هنيئا لك فإن الله سيكون معك في كل شأنك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن اتصاف المؤمن بهذه الصفات وتلك الخصال التي هي خصال عباد الرحمن تجلب لقلبه الطمانينة والسعادة والبهجة والسرور فلا حياة للقلوب إلا بطاعة الله عز وجل ومحبته وتعظيمه حياة القلوب وغذاء الأرواح وطمانينة الأفئدة هو في تحقيق العبودية لله عز وجل فليس للقلب لذة ولا له نعيم ولا له فلاح ولا له بهجة ولا له حياة إلا بتحقيق الطاعة لله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له ألا بذكر الله تطمئن القلوب وذكره ليس فقط أن يمر عليك لحظة من الزمان أو برهة من الوقت ذكره هو أن يعمر قلبك محبته وتعظيمه عند ذلك يسكن قلبك وتطمئن نفسك وتبتهج عندها تكون من الذين وعدهم الله بالفوز العظيم يا أية هالنفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر يا لها من منه منحة أن تكون من من يقال لهم عند مفارقة الدنيا وكلنا للدنيا مفارق فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نعم إنه الفوز الكبير والفضل العظيم والفوز المبين والسبق الذي لا خسار بعدها أن تكون من عباد الله الصالحين أن تكون من عباد الرحمن إنه سعادة الدنيا وفوز الآخرة فبادر واجتهد وسابق وأبشر فإن الله كريم لا يخيب عبدا قصد فضله وأما رحمته ويمم تجاه طاعته لا يرده الله بل يؤينه ولذلك يقول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا ذكر الله عز وجل في سورة الفرقان جملة من صفات عباد الرحمن وذكر جزائهم وأجرهم وفي هذه الدقائق نستحرط تلك الصفات التي ذكرها الله على وجه الإجمال وما نستقبله سنتكلم إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة بالتفصيل عن هذه الصفات التي يتبوى بها الإنسان هذه المنزلة إن عباد الرحمن لم يكونوا على هذه المنزلة العظيمة السامية والمكانة الرفيعة العالية إلا بصدق قلوبهم وإيمانها وإخلاص أعمالهم وصلاح أقوالهم وأحوالهم وما يكون منهم ولذلك لا تنال هذه المرتبة بالأمان فالأمان رؤوس أموال المفاليس إذا لم يكن منك عمل وصدق في الرغبة وإقبال وبذل بالمستطاع فإنك لن تبلغ هذه المنزلة هذه المنزلة لا ينالها الإنسان بالتمني بل لابد من بدل الجهد والسعي في التخلق بالأخلاق الفاضلة هذا مشروع الحياة هو موضوع الدنيا التي من أجلها التي فيها خلقنا وهي مرحلة من مراحل المسير إلى الله عز وجل فنحن إلى الله سائرون ألا إلى الله تصير الأمور نحن سائرون إليه يا أيةها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك والرجعة ليست فقط للنفوس المطمئنة بل إن إلى ربك الرجعة فكلنا إليه راجع ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان كلنا سيلقى الله جل وعلا لكن اللقاء مختلف هناك من يبتهج ويسر ويفرح بلقاء الله أولئك هم الفائزون أولئك هم عباد الرحمن وهناك من يكون لقاؤه خيبة نعوذ بالله من الخسران وبال عليه فيخسر خسرانا مبينا بلقاء الله ولذلك عند مفارقة الروح للبدن ينقسم الناس في الفرح بلقي الله إلى قسمين من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه الذي يحب لقاء الله لا يحب لقاء الله عز وجل بدون عمل يقدم عليه بلا حصيلة وحصاد يفرح به إنه عمل الذي يسره الله له به يسر بين يدي ربه فيسر بلقاءه لما يرى من البشائر التي جاءت وأما أولئك الآخرون فأولئك لم يقدموا شيئا بل كانت أعمالهم على سوء وشر فخسروا الدنيا والآخرة عباد الرحمن هم على وجه الإجمال أولئك الذين حققوا الإخلاص لله وقاموا بحقوقه جل في علاه في ما فرضه عليهم من الشرائع والواجبات في حقه وفي حق الخلق وهنا تنبيه مهم أن الإسلام والإيمان يقوم على أعمال مدارها على تحقيق السعادة للبشرية بإقامة حق الله وتوحيده ومعرفته والعلم به وبإقامة حق الله في السير إليه وطاعته فيما أمر من حقوقه وأيضا بإقامة حق الخلق إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فالإسلام ليس فقط علاقة بين العبد وربه لا صلة له بالخلق بل هو منظومة مكتملة من الأحكام والشرائع والعقائد التي بها تصلح حياة الناس ويستقيم معاشهم ومعادهم الإسلام والإيمان ووصف عباد الرحمن لا ينال بمجرد حسن الصلاة بالله بل لا ينال إلا بكمال الصلاة بالله وبحسن الصلاة بالخلق حتى الحيوان ألم نسمع إلى تلك التي دخلت النار في هرة وذلك الذي دخل الجنة في كلب سقاه أليس هذا معاملة للحيوان بل ألم نسمع لذلك الذي نحى غصن شوك من الطريق لألا يؤذي المسلمين فشكر الله له فأدخله الجنة على هذا العمل الذي هو أدنى مراتب الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم في شعب الإيمان وخصاله الإيمان بذن وسبعون شعبه أعلاها قول لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق تأمل تلك الآية المباركة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن ستجد أن هذه الخصال لا تخرج عن معنى من هذه المعاني إصلاح ما بينك وبين ربك جل في علا أو إصلاح ما بينك وبين الخلق على وجه العموم ليس فقط بني آدم بل إصلاح ما بينك وبين بني آدم وإصلاح ما بينك وبين سائر الخلق من الجن والحيوان والجماد ذاك هو الإيمان ذاك هو الإسلام ذاك هو وصف عباد الرحمن أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم عباد الرحمن أستودعكم الله الذي لا تضيب ودعوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عباد الرحمن من هم عباد الرحمن وما أوصافهم في القرآن الكريم كيف نصبح من عباد الرحمن الصالحين وما أبرز صفات عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر